مجلس الشورى الذي كان ينص بالموافقة على الاتفاقية المشتركة بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة إين البحرين بي في بلا شك أن هذه الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في القطاع النفطي تحديدا طبعا هذا يؤثر على عوائد البلد فيما يتعلق في هذا المجال هذه الاتفاقية أيضا لم توضع أي التزامات في الوقت الراهن على الهيئة أي التزامات مالية على الهيئة وهناك في المقابل تم الاتفاق على حجم الانتاج مقابلة ما هي اللي يكون البونس المقرر في هذا الجانب وفي مداخلة أوضح عضو اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية بمجلس الشورى بسامل بن محمد بأن الاتفاقية تسعى لتطوير قطاع النفط والغاز بمملكة البحرين وتعزيز مشاركته في الاقتصاد الوطني وتنمية الانتاج والإرادات الاتفاقية الهدف الأساسي منها هو الاستكشاف عن النفط والغاز في القاطع البحري رقم واحد اللي هو القاطع الشمالي هذي أهم ما جاء في هذه الاتفاقية أن جميع التكاليف للاستكشاف بتكون على الشركة الاجنبية والحكومة البحرينية ما تتحمل أي عبء مالي في هذا الموضوع واللي أهم من ذي أن الشركة الاجنبية ما تملك المخزون من النفط والغاز هي مجرد تتشارك في المنتج من هذا النفط وتعتبر الاتفاقية المبرمة بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة إيني اتفاقية مشاركة ولا تحمل الهيئة أي تعباء مالية كما أنها تضمن نصوصا من شأنها رفض الاقتصاد المحلي خلال تواجد الشركة في البحرين وكان مجلس الشورى قد صوت بإجماع كامل على الموافقة على هذه الاتفاقية التي تدعم الاقتصاد البحريني وفي سياق آخر صوت المجلس بالرفض على عدد من المشاريع بقوانين ضمن تغرير لجنة المرافق العامة والبيئة اشتركوا في القناة